اشتركوا في القناة موظم الدول العربية بتواجه مشاكل كتير جدا منها مشاكل اقتصادية زي نقص الموارد وعجز الموازنة ومنها مشاكل سياسية زي الحروب والاقليات ومنها مشاكل اجتماعية زي الفقر والبطالة ولكن معظم المشاكل دي بتنتج عن مشكلة واحدة رئيسية واساسية وهي مشكلة الامية وده الكلام اللي اكدته موظم الدول اللي مرت بالمشاكل دي وعلشان تصبح من اقوى الدول في العالم بدأت بحل المشكلة دي وتقضي على الامية وعندنا عمثلة كتير جدا للدول اللي اصبحت من اقوى الدول في العالم عندي زي الامارات بدأت بمعالجة الامية عام 1985 دلوقتي الامارات بيتعاشر اقوى دولة في العالم على مستوى التعليم وعندي مثال تاني برضك زي اليابان اليابان بتحتل المركز الثامن على مستوى العالم في مستوى التعليم في اليابان تقدر نسبة الامية بصفر بمعنى انه مفيش ولا واحد امي ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب وده اللي مخليها من اقوى الدول في العالم خلينا عارفين ان دايما العالم هو السبب الوحيد للنهضة وهو مفيش ولا نهضة من غير علم وثقافة زمان كانت الدول العربية بتهتم بالعالم ولما كانت بتقدرهم لدرجة انهم كانوا بيبعثوا بعثات للخارج علشان يشوفوا الحاجات اللي بره ويجوا وطبقوها هنا لكن للأسف دلوقتي الدول العربية انشغلت بمشاكل تانية زي الحرب والارهاب فده ادى الى النتيجة اللي احنا شايفينها دلوقتي من جهل وامراض وتخلف على عكس الدول الغربية استفادت من الحضارة القديمة بتاعتنا وقدرت تطور فيها وتزودها وده اللي خلاهم من قصد من اكبر الدول في العالم دلوقتي الدول الغربية حققت نهضة غير مسبوكة في وقت قصير جدا انهم خدوا من الحضارة بتاعتنا وقدروا يطوروا فيها ووفروا للعلم المقاومات اللي محتاجينها علشان ينجحوا طب ايه هي الاسباب اللي تخلي انشار الامية وكل سن نلاقي نسبة الامية بتزيد عن اللي قبلها عندي اسباب كتير جدا تخلي الامية تزيد عندي اول سبب رئيسي وهو الفقر في الوطن العربي بنلاقي ان مستوى المعيشة للأسر قليل جدا فده بيخليهم غير قادرين على دفع المصاريف للاولاد في المدارس بعد ان مصاريف المدارس والجامعات في الدول العربية اصبحت غير قليلة وعندي سبب تاني مهم جدا وهو انت وعي الشعب الشعب مش وعي لاهمية العلم ومش وعي للأسار السلبية اللي موجودة بسبب الامية لازم نوعي الشعب كويس جدا لأهمية العلم وعندي سبب مهم جدا ان فيه تفريقة ما بين الذكور والاناس لحد الوقت على الرغم من اننا في القرن الواحد وعشرين الا لحد الوقت فيه تفريقة ما بين الذكور والاناس بمعنى ان المرأة ملهاش حق العمل فمعنى كده ان هما مش هيودوها المدرسة او ان هي تتعلم فده هيخليها تقعد في البيت معنى ان هي تقعد في البيت هيقدي الى الزواج المبكر والذواج المبكر هيقدي الى كسافة سكانية معنى كل ما هي تبقى عادة في البيت هتزود في كثافة ثكانية وكثافة ثكانية من أهم الأسباب اللي ساعدت على انتشار الأمية طب إيه ممكن الحلول أو الحاجات اللي احنا نقدر نعملها علشان نقلل مستوى نسبة الأمية في الوطن العربي عندي حلول كتير جدا ممكن نقدر نعملها لازم الحكومة على الأقل تقفوا لو لحظة وتعرف إيه الأسباب اللي خلت الأمية تنتشر لازم تعرف أهمية الأمية وأهمية العلم لازم نعرف أن العلم هو السلاح الوحيد اللي قادر نقدر نواجه بأي دولة مهما كان العلم هو الوحيد اللي قادر أنه يخلي الدولة متقدمة أو متأخرة قلة العلم هيخلينا من الدول المتأخرة طب ممكن نعمل إيه؟ ممكن نستخدم أساليب حديثة جدا في المدارس ونستعين بالعلمة في وضع المناهج الدراسية بمعنى أن نتأكد أن المناهج الدراسية تحتوي على المعلومات المهمة فقط للطلاب وكمان لازم ننزل حملات توعية لازم نوعي الشعب كويس جدا بأهمية العلم وكمان نستخدم طرق جديدة أو مثلا نخلي شخص مشهور يتكلم عن أهمية العلم والأثار السلبية النتيجة عن الأمية ده من الحلول الأساسية اللي ممكن تخلي نسبة الأمية تقل ممكن نقدر كمان نعمل يعني مسابقات نشجع الناس الأميين أنه هما ينزلوا يقدروا يبدوهم الأول زي مشاريع محو الأمية ونتمنى برضك أن مشروع مصر خالية من الأمية 20-30 يؤتي ثماره بمعنى أن يكون فيه فعلا مشروع حقيقي بيحصل أنه يساعد على تقليل نسبة الأمية في مصر بس مش لكن الأمية الهجائية فقط ولكن الأمية الرقمية والتكنولوجية ولازم نتأكد أن العلم هو قادر على حل كل المشكلات الموجودة في أي بلد مهما كانت ومش معنى أن أنا قلت الأمية يبقى أن أنا مش بعرف أقرأ وأكتب فيه أنواع كتير جدا من الأمية عندي أمية رقمية وأمية تكنولوجية معنى أن أنا جاهل في الأرقام والتكنولوجيا الحديثة وده منتشر جدا ما بين دول عربية كتير ونتمنى أن الأمية في مصر بل مش في مصر بس ولكن في جميع الوطن العربي أن هي تكون قليلة أو حتى تقلب نسب كبيرة جدا عن النسب اللي احنا بنشوفها للأسف نسبة الأمية في الوطن العربي بتقدر بـ 30% على الرغم من المتوسط الأمية في العالم كله 13.6 من 10 ودي طبعا نسبة كبيرة جدا للوطن العربي لازم نلاقي حلول جذرية وقوية جدا أن احنا نقدر نحل مشكلة الأمية مش معنى أن أبعد بعثات للخارج على نظام المحسوبية أو المجاملات لا نبعد نرجع البعثات تاني علشان نتعلم ونستفيد من التكنولوجيا للدول الأخرى بتعيشها بعيدا عن جو المحسوبية والمجاملات ممكن نستخدم حاجات كتير فيه حلول كتير جدا احنا نقدر نستخدمها ونطبقها وكمان هتقلل من نسبة الأمية للأسف ولازم كمان نبتعد عن فكرة التفرقة ما بين الذكور والإناس للأسف نسبة الإناس في الوطن العربي تقدر بثلثي ثلثي النسبة إناس غير متعلمين لازم نتحضر لأن احنا في القرن الواحد واشرين والحد الوقت فيه تفرقة ما بين الذكور والإناس لازم الأم والأب يبعدوا عن فكرة أن هما يعلموا أولادهم حرفة معينة لازم يتعلموا أهمية العلم لأنه هو العلم الوحيد اللي هيقدر يبني مستقبلهم وهيخليهم متقدمين وده كمان هيساعد مش أولادهم بس هيساعد الوطن هيساعد الدولة أن احنا نقدر نتقدم والعلم هو المعيار كانت الدولة دي الدول المتقدمة دلوقت بتستخدم العلم أكيدنه معيار لقياس الدولة دي مدى تقدمها ومدى تأخرها فلازم الدول العربية مش مصر بس تعتمد بالعلم جدا لأنه هو هو كل حاجة هو معنا فعلا كل حاجة هو اللي هيخلي يقلل من نسب الأمراض ونسب الجهل ونسب التخله هيقلل حتى من المشاكل لأن العلم متفاهم هو هيقدر لما يكون واحد متعلم هيقدر يتفهم اللقصاده هيقدر يكون في تفاهم هيقدر يكون فاهم وملم بجميع الجوانب الموضوع مش هيكون شخص راجع لأن العلم نور هيفتح عقل الشخص فيخليه قادر يتكلم في جميع المجالات هيخليه يبقى حاجة كبيرة جدا وهيخلي الدولة تتقدم في وسط باية الدول كلها هتبقى حاجة كويسة جدا نتمنى فعلا أن الناس يبقى عندها وعي بأهمية العلم لازم نبقى وعيين بأهمية العلم عندي ممكن مثلا نعمل زي الإمارات الإمارات كانت من زمان هي دولة دولة ما عندهاش علم دلوقتي الإمارات من أكبر دول العالم وعندها تكنولوجيا غير مظبوكة في مجالات كتير جدا جدا هي أه ممكن تكون استعانت بوسائل خارجية موديل اللي احنا منتكلم فيه احنا ممكن نستعين بوسائل خارجية أو أجنبية زي دول الغرب زي من كنا الزمان الزمان كان محمد علي بيبعد بعثات للخارج علشان يتعلموا الحاجات الموجودة برا ويجوا ويطبقوها هنا ده مش معنى أن أنا بقلد لا احنا كده بنستمتع بالتكنولوجيا والحضارة اللي بتعيشها الدول الأخرى فما فيهاش حاجة وكمان بعيدا عن جو المحسوبية والمجاملات ويكون فعلا نهضة حقيقية وكمان بعثات يعني هتبقى حاجة جميلة جدا ان احنا قادرين نجيب البعثات نرجحها تاني ما بين الدول وده كمان هيساعد ان هيكون فيه تواصل ما بين الدول هيقلل من الحروب فالدول هيبع عندها وقت اكبر او وعي اكتر واهتمام اكبر بالجانب العالمي لان الجانب العالمي هو اللي هيقصر على باية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية زي ما قلنا في الاول ان ده الكلام اللي اكدته معظم الدول ممكن كمان نحاول ان احنا نقلل من مصاريف المدارس مصاريف المدارس والجامعات بقت بنسبة عالية كبيرة جدا بمعنى ان هو انا بقول تعليم مجاني يبقى فعلا بكلمة مجاني ولازم كمان يكون في كل منطقة السكنية مدارس وجامعات وكمان للأسف مع زيادة السكانية بيبقى عداد الطلاب كبيرة جدا فالجامعات والمدارس مش بتبقى قادرة على استعياب عدد الطلاب فلازم نزود المدارس والجامعات في كل المناطق ان هي تكون قادرة على استعياب عدد الطلاب واتمنى اكون في التقوم وكان كلامي خفيف عليكم وشكرا لكم